تبصر أحمد اليوم عقد اجتماع المجلس جامعة التول العربية على مستوى المندوبين التأمين في دورة غير عادية دعت لها المملكة المغربية كما تابعنا وهذه الدورة خاصة بمناقشة العدوان الإسرائيلي على القطاع وسبل إيقاف ذلك العدوان ما الذي يمكن أن تحققه جامعة التول العربية للقضية الفلسطينية في هذا الاجتماع وخاصة بعد أن تابعنا دول أجنبية قد طرحت ملفات في محكمة الجنايات الدولية تقاضي الاحتلال إسرائيلي لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة نعم في الحقيقة كان لدى جامعة الدول العربية والدول العربية المختلفة فرص ذهبية يعني لتحقيق اختراق في ملف حل الدولتين في ظل الظروف التي هيئتها عملية طوفان الأقصى وما أعقبها من عدوان سهيوني على القطاع لأن ما حدث هو أن عادت القضية الفلسطينية وهي قضية القضايا إلى الواجهة مرة أخرى وأصبحنا أمام حديث يعني متكرر ومتتالي على فكرة حل الدولتين لكن حتى الآن ما زال هناك العديد من الخيارات في قبضة الدول العربية لم تلجأ إليها على الأقل تعليق العلاقات بينها يعني بين الدول التي أبرمت يعني معاهدات أو اتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي تعليق العلاقات الدبلوماسية والضغط في اتجاه إنهاء العدوان وأيضا يعني استخدام النفوذ لدى المنظمات الدولية كالأمم المتحدة ولدى الدول الكبرى كالولايات المتحدة والأمريكية والاتحاد الأوروبي من أجل الضغط في اتجاه تسوية شاملة للقضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 67 حتى لا يتكرر ما يحدث حاليا وهذا الحل لن تقبل به إسرائيل وبالتالي فعلى الدول العربية أن تمارس مزيد من الضغط الجامعة العربية غير مقبول منها في الوقت الحالي أن تخرج ببيانات التنديد والشجب فهي ليست جامعة في أمريكا اللاتينية هي جامعة الدول العربية ولديها مثاق ينص على فكرة الدفاع المشترك اتفاقية الدفاع المشترك هي جزء من كيان جامعة الدول العربية ولا نرى التفعيل هذه الاتفاقية حتى الآن حتى مع التلويح بيستخدامها في دول العربية أخرى